اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الثالث الابتدائي موعدنا اليوم مع استباهد هنتناول او هنتكلم عن بمعنى ادوات الاستفهام او كلمات الاستفهام معكم مستر امجد اهلا بكم يلا نبدأ اول اداة اولاد انا باستخدمها عشان اعمل بها سؤال او اكون بها سؤال هي الاداة هو هو هي ضمير استفهام انا باستخدمه عشان اسأل بي عن الشخص العاقل يعني شخص عاقل يعني انسان يعني ولد او بنت تمام زي ما هو موضح لك في الامثلة من يستطيع ان يجيب على هذا السؤال انا بسأل عن انسان عاقل من تكون تلك السيدة انا بسأل عن سيدة عن عاقل فاستخدمت هو هو من يستطيع ان يجيب على هذا السؤال كده انا بسأل عن العاقل هو انا بستخدمها عشان اسأل بي عن شخص عاقل زي لما اقولك who are you who are you يعني من انت او من انت تكون مثلا who is she يعني من هي who is this يعني من هذا او من هذه يبقى هو دي اول اداة انا بستخدمها عشان اسأل بيها عن الضمير او بسأل بيها عن العاقل اللي هو الفاعل العاقل تاني اداة يا ولاد هي الاداة what what انا بستخدمها عشان اسأل بيها عن الاشياء زي الاسماء والانواع والاصناف والاعجام والالوان والاشكاء بمعنى ما او ماذا زي ما هو موضح عندك في الامثلة what shape is the earth what sort of man is he اي نوع من الرجال هو what is your name what is your name ما اسمك what happened what happened يعني ماذا حدث what date is it today what date is it today يبقى what انا بستخدمها عشان اسأل بيها عن الاشياء بعكس الاداة الاولى هو اللي كنت بسأل بيها عن الشخص العاقل سواء كان ولد او بنت يبقى اقدر اميز ان الwho بستخدمه للسؤال عن العاقل و ال what بستخدمه للسؤال عن الغير عاقل زي what is your name او what happened الاداة اللي بعد كده اولاد هي الاداة where where ده ضمير استفهام انا بستخدمه عشان اسأل بيه عن المكان بمعنى اينه زي في الامثلة اللي جايلي where are you from where are you from من اي بلد انت where do you buy bread من اين اشتريت الخبز where did you meet ali اين قابلت علي where did you meet ali اين قابلت علي يبقى اذا where انا بستخدمها عشان اسأل بيها عن المكان زي where are you اين انت where are you from من اي بلد انت where do you buy bread من اين تشتري الخبز where do you leave اين تعيش اوكي يبقى where انا بسأل بيها عن المكان بسأل بيها عن المكان where بمعنى اينه الاداة اللي بعدها when when هو ضمير استخدام ضمير استفهام بستخدمه عشان اعبر بيه عن اسأل بيه عن الزمان بمعنى متى when did you buy that car متى اشتريت هذه السيارة when will your father arrive متى سوف يصل والدك يبقى when انا بسأل بيها عن متى عن الوقت زي مثلا when do you get up when do you get up يعني متى تستيكز when do you go to school when do you come back home متى تعود الى المنزل يبقى when هي اداة انا بستخدمها عشان اسأل بيها عن الزمن عن الوقت بمعنى متى يبقى فرق كويس ما بين where وما بين when where اللي بتسأل عن مكان الحاجة او بتسأل عن المكان وما بين when اللي بتسأل عن الزمن وعن الوقت يبقى احنا كده اخدنا who عرفنا انها بتسأل عن العاقل واخدنا what وعرفنا انها بتسأل عن غير العاقل اخدنا where اللي بتسأل عن المكان واخدنا when اللي بتسأل عن الزمن هناخد يا ولد دلوقتي اكسرسايز صغير هيوضح معايا استخدامات ال question words اللي احنا اخدناها number one is he يا ترى استخدامها what is he ولا who is he ولا when is he what بمعنى ما او ماذا ودي بسأل بها عن غير العاقل وهنا في هي يعني بيسأل عن عاقل طيب who who بمعنى من بسأل بها عن العاقل اعيبهو هي اللي تنفع تبقى موجودة هنا فتبقى who is he من هو وما ينفعش استخدم when اللي في الاخر لان when اللي في الاخر بتسأل عن الزمان بمعنى متى وما فيش حاجة اسمها when is he يبقى الاجابة اللي صح هي who is he السؤال اللي بعضه يا ولاد are you from فكر معايا نختار where يعني اين ولا when يعني متى ولا what بمعنى ما او ماذا هنا مستر السؤال بيسأل عن ايه بيسأل عن المكان يبقى الاداة اللي بتسأل عن المكان هي where فيبقى where are you from where are you from لما تسأل واحد اجنبي او تسأل واحد مش مصري فتقول where are you from يعني من اي بلد انت يبقى الاجابة الصح هي where are you from سؤال لبعضه يا ولاد سؤال لبعضه يا ولاد do you go to school do you go to school what when who تنفكر what يعني بمعنى ما او ماذا when يعني متى who يعني من للعقل طيب انا هنا عاوز ايه عاوز اسأله وقوله امتى بتروح للمدرس يبقى الاجابة الصحية ايه when when do you go to school متى تذهب الى المدرسة ممكن اقوله i go to school at eight o'clock in the morning i go to school يعني انا اذهب الى المدرسة at eight o'clock يعني في السامنة بالضبط in the morning في الصباح يبقى هنا انا استخدمت وين عشان اسأل بها عن الزمان اسأل بها عن الوقت question number four is this it is a table طبعا انا هنا السؤال بيسأل عن اسم الحاجة اللي موجودة وهي table اللي هي يبقى هنا انا عايز اداة تسأل عن حاجة غير عاقل يترى where اللي معناها اين او who اللي معناها من للعاقل للانسان ولا what اللي معناها ما او ماذا اللي بتسأل عن غير العاقل فكر كده لحظة اكيد الاجابة بيت سهلة طبعا هنختار what فتبقى what is this what is this ما هذا او ما هذه اللي اجابة it's a table يعني انها منضدة يبقى هنستخدم what فتبقى what is this it's a table يبقى الاجابة الصحية what لحد هنا اولاد نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اه اتمنى ان احنا نراجع على ال question words اللي اخدناها النهاردة اللي هي what who where when ونأكد عليهم شوية ونراجع على البعض الاكسرسايز اللي احنا اخدناها شكرا لكم واتمنى ان اكون فتكم وشوكم في فيديوهات قادمة bye bye شكرا لكم